مجرى هذا الأسبوع انتشر مقطع فيديو كالنار في الهاشيم يظهر صاحبه على أنه احتيال في عملية قرعة الحج التي أقيمت ببلدية برهوم وأمام مرأة الجميع الحاج أحمد عطابي وهو رجل أعمال المعروف في المنطقة اتهم بأنه احتال وخبأ ورقة ابنه بيده أثناء خلط الأوراق ونجح في القرعة في قائمة احتياز سنة 2021 وصرح لنا أنه تأثر وعائلته كثيرا بهذا التشويه المتعمد المثير في القضية وبحسب تصريحات الحاج أحمد أنه تعرض للابتزاز من قبل صاحب الفيديو قبل نشره والذي كان يعمل عنده سابقا في المصنع وأبلغ عن الجاني وهو الآن رهن الحبس المؤقت أعيان المنطقة والإمام والسلطات المحلية حضروا إلى منزل الحاج أحمد عطابي أين أدل بشهادات على حسن سيرة المذكور وأعماله الخيرية الكثيرة للمنطقة أنا نقول لأخي نحمد أحمد معروف بأعمالك الخيرية فلا داعي أن توثر في كهته العمل الدني لأن هذا العمل الدني لا يمثل سوى فاعله الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباء فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين القضية المثيرة موجودة الآن بمحكمة مقرى التي ستحكم عما قريب وتفصل في الموضوع والقضية للمتابعة ترجمة نانسي قنقر